بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنيئة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس مورية بنجلادش الشعبية الصديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خلص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنية سموه رعاه الله لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار بعث سمو للعهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنجلادش الشعبية الصديقة ضمنها سموه خلص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجع سموه لفخامته مفور الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة اشتركوا في القناة